السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم تزمن القناة جميعكم ايه خبرك وشاء الله تكونوا بخير معي خبر قوي جدا وضربة جديدة للعبة فيفا لو الخبر ده يعني الفيفا اكدوا او يعني بقي رسمي الفيفا اكدوا بشكل رسمي هيبقى حاجة جميلة جدا وكل الشركات تقدر تحصل على حقوق الدوريات والالعاب الرياضية بشكل عام يعني كل حاجة تخص الرياضة من الفيفا نفس والفيفا ده وده طبعا اللي بيدير كرة القدم زي ما تشايفين يا شباب هنا الخبر طبعا الخبر الرسمي يا شباب اكتر من موقع نجال الخبر وتأكد بشكل رسمي هو انه الفيفا نفسه الفيفا ده هو ده اللي بيدي الحقوق لشركة اي 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 شركة اي اي ده هي اللي بتعمل لعبة فيفا هي اصلا مشتري للحقوق من الفيفا نفسه المهم زي ما تشايفين هنا الفيفا قال انه هيوسع محفظة الالعاب ورياضية الالكترونية لضمان انه يعني كل الحقوق تبقى مع جميع الشركات مش مجمع طرف واحد مثلا حاليا شركة اي اي هي اللي من سيطر علي الحقوق طبعا حقوق دور الالبطار والحقوق الثاني اللي انتعارفون هدي اسم فيفا ليست مالك فيفا حاليا اي اي يعني شباب شركة بفيفا المستقع دخول ففا ويفا فقط الفيفا هي اللي استخدام الحقوق الفيفا يفكر جميع الشركات يستخدمان الحقوق لا فيفا لا يمكن ان يمكنهم ب είναι produz ابتاليةather ونستخدمهم الدوريات وفي نفس الوقتMIHH اي اي機 يمكن لدرك الدوريات لايفا لا ففيفا ،ال Lauria يقدروا ياخدوا الحقوق بدلا من طرف واحد وكما الفيفا يخطط انه يزيد الايرادات وتوسيع علامة فيفا المهم شباب هذا الخبر طبعا لو تأكد وتم بشكل رسمي خصوصا انه عقد اي اي هي شركة اي اي هينتهي مع فيفا العام المقبل بعد كأس العالم بعد نهاية كأس العالم في قطر عقد فيفا ينتهي مع اي اي وفي الحالة دي جميع الشركات يقدروا ياخدوا الحقوق والتلخيص بتاعة الانديا بدلا من طرف واحد طبعا شباب الخبر جميل جدا 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 لانه هنا هيبقى في عادل مسران فيفا حاليا من اهم هي مصيدرة على العاب كرة القدم لانه كل الحقوق مع فيفا في الحالة دي اللي عايز يلعب دور الابطال اكيد هيشترا فيفا لا العكس لما يبقى جميع الحقوق والدوريات مع جميع الشركات هيبقى في دافع كمان انه شركات جديدة تخش في مجال كرة القدم ويشتروا الحقوق ويعملوا العاب كرة القدم كشركات كثيرة يعني ممكن تدخل في المستقبل المهم لما جميع الشركات يبقى معهم الدوريات والحقوق دلوقتي المشكلة الوحيدة هي ان الشركات تقدر تعمل لعبة كرة القدم جميلة يعني تستهل انها فعلا تبقى لعبة كرة القدم بدلا ما مصلا شركة اي حاليا تبقى متفوقة لأنه معها جميع الدوريات لا حاليا كله يبقى مع جميع الدوريات اللي عايز مثلا لعبته تبقى قوية وإنها تنجح لازم يقدم حاجة جميلة للجمهوري اللي يقدم لعبة كرة قدم حديثة فعلا يعني تبقى جيدة مناسبة للعصر اللي احنا فيه حاليا جيل تالي المفروض نشوف حاجات أفضل وأحسن من اللي احنا شايفينه حاليا طبعا في ألعاب كرة القدم نهاية الفيديو اكتب لي رأيكم اي رأيكم في الخبر ده و ازاي هيساعد انه ألعاب كرة القدم تطور بشكل عام اكتب لي رأيكم في التعليقات و انا كده كون وصلت لنهاية الفيديو شكرا لعدام اللي بشوف منكم يا وساطير وسلام